اشتركوا في القناة الاراضي الجزائرية ده مطلوب من اي مغرب يبغي يدخل للجزائر خصو الفيزا وهذا القرار لتخداته السلطات الجزائرية وهذا القرار الجائر لتخداته واللي ما كيرعيش حسن الجوار بطبيعة الحال السبب دياله كما كيقولوهما كما كيقولو للادعاءات اللي كيقولوها هما الكراغلاش كيقولو بان كنين كندخلوا لهم جواسيس كندخلوا لهم صحاب التجار في البشر والمخدرات الى اخره من هد الأقوال والاتهامات الواهية وفي هذا الاطار رأى بعض المبتلين والاعلاميين قروا انهم احتموا يدخلوا على الخط ويدليوا بالدلو ديالهم بخصوص هذه القضية اجنصنتوا لالاعلام يا رشيد العلالي مهم هذا كان تهكم من طرف رشيد العلالي وغيره الكثير اللي كيتهكموا من هد القرار لأغلبية فاش كنشوفوا انها قليل من المغربة اللي كيمشيوا للجزائر لبعض الأغراض اللي كنهم اللي غاديتضروا من هد القاضية هما بعض الناس اللي مشاركين لعائلات ومشاركين دم هما اللي غايلقوا حد الصعوبة بطبيعة الحال لحد الان بقيت تقشي قرار مغربي متخدوه في هذا الايطار وكان عارفوا بانه كانوا حد الحكمة كبيرة عن الدبلوماسية المغربية تحت القيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وطبيعة الحال غاديكون الرد والرد المناسب في النظر ديلكم اشنو كتتوقع هاد الرد واش المغرب غاديدير بالمثل وغاديفرد التأشيرة وللفيزا على الرعاية الجزائرية اللي بغين يدخلوا للمغرب فيديو اخر للممثل البخاري ونشوفه شنو كيقول احتوى دخل في هاد الاطار انا في غاية الحزن بلاتو كله حزين المؤلم كل شيء قاعي كل شيء طال عليه الدم كل شيء كيبكي كلينيكس تقادر شبناه مع الفرماسيان كليتكين تصبر لي جابو ما شبناه كلينيكس كل شيء كيبكي شديروا علينا الفيزا فين غامشيو فين غامشيو بقاني ناشنو بقاني نشوفو المالديف البرازيل بلا فيزا كاب فردي بلا فيزا وبلدان عاو تاني الجزور بلا فيزا هذا شيء بره ولكن عندنا عشن نبقى نشوفو غير مرزوقة ولموحة الاطلاسي كامل نشوفو الفخوي دماغ الحوت للعيون للدخل وفاس مراقش كناش عصيلة الشاون أقشور وانا نفسي كانت بشهيا نسافر ونشوف خنشلة وانا كل سكرين طيح في الدروج هذه طريقة تهكمية من الفنان طارق البخاري اللي كي يستهجن هذا القرار لمعنده حتى شيء أساس ومعنده حتى شيء صيغة ديبلوماسية فقط هذا تعنت من السلطات الجزائرية وكيف كتعرفو كينو حد صراعات اللي مبدأتش اليوم مش صنيعات اليوم كيف كتعرفو بأننا احنا مجاورين مع وحد دولة اللي بقى عند العقلية دي السبعينات دي الحروب الباردة بقى كتصحب بأنك المعسكر السوفيتي والمعسكر الأمريكي مع كم الأسف هادشي راه فات ومات وهادشي مشا ده بحاليا صين راه دولة اللي كانت اشتراكية أو شيوعية ده برا أصبحت من أكثر أكبر دول مصنعة وأكبر دول الرأسمالية اللي كان فات شرا فاتهم القطار كما يقول المثل ناشط آخر ماذا يقول ناشط آخر يدلي بدلوهي بهذا الخصوص أجند قسمو أشكي يقول هاد الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي قرار فرض تأشير للدخول للجزائر على المواطنين المغاربة يؤكد الأساليب القادرة للنظام الجزائري الذي يستعمل مرة أخرى نظرية المؤامرة كشماعة للفشل داخليا وخارجيا بعد تحويل بلدنا إلى جحيم حقيقي أظن أنه بغي يقول بلدها القرار تم أتمهد له برواية شبكة الجوس المؤسسة المغربية التي تم تفكيكها في تلمسان وهو الذي أشار إليه بيان الخارجية بعد انعقاد المجلس الأعلى بحضور المعين عبد المجيد تبون مع أحجية جديدة عفوا عن إدخال المغرب لعناصر مخابراتي أحجية إدخاء جديدة عن إدخال المغرب لعناصر مخابراتي الصهيونية إلى الجزائر مع العلم أن المتضررين سيكونون عشرات الآلاف العائلات الذي تجمعهم صلة قرابة وهو ما فضح أكاديب النظام الجزائري الذي كان يدعي دوما أن مشكلته ليست مع الشعب المغربي وهو الذي يسعى منذ خمسين عاما إلى تقسيم هذا البلد الذي كان أكبر سند لنا في التوراة التحريرية هذا بخصوص كنظن هذا جزائري لكي يقول هذا الشيء وكنشوفوا بأن ركينين بعض المنصفين الجزائريين نشطاء اللي حتى هما كيتأسفوا على ما يقع من القرارات البئيسة ديال الحكومة ديالهم بطبيعة الحال وقلوا لنا في كومنتر أشنو القرار ديالكم أو أشنو في النظر ديالكم أشنو هاد شي اللي داروا للجزائريين هدي من أولا كيفش كي جاكم هاد القرار اللي كان اعتبره بي كيفش جاكم هدي من جهة أولى ومن جهة تانية قلوا لنا أشنو هاد يكون الرد المغربي بطبيعة الحال وكنتمنوا أنه يكون رد صارم ولكن كتبقى هذه خدمة الدبلوماسية المغربية وكتعرفوا أن الدبلوماسية المغربية هي دبلوماسية عريقة حيث أنها كانت أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية في 1777 كأول دولة اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية وكتشوفوا بأن من قدم الزمان في الدبلوماسية والنظرة المستقبلية والاستشراف المستقبلي للمغرب كان دائما في الطالعة كنتمنوا أنكم تشاركونا الأراء ديالكم في هذه الأخبار التي اقتقاطرت والتي دارت ضجة كبيرة جدا كان عدة ممتيلين أيضا نحتهما كسكينة درابيل وغيرهم اللي يتمدلوا بالدولة ديالهم كي يأكدوا بأن هذا القرار غير صائب بتاتا البتا وكي تعتبر من الأشياء اللي لا تخدم مصالح البلدين ولا تخدم هدية الزمرة الحاكمة في هذا البلد واللي قد تأدي بطبيعة الحال إلى ما لا يحمد عقباء كان عرفوا أنهم واللي عندهم محدش شماعة كيرميوا بها كل فشل أي فشل كيوقع لهم فضروري خصهم يوجهوه للمغرب وللمغاربة مع كامل الأسف كانتمنى أن نكون فيتكم بهذه المعلومات شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء في فيديوات قادمة إن شاء الله